اشتركوا في القناة 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 اما الام سيكون صباحا هل هي اشتركوا في القناة 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 تيك بيس هنا اللي هي الكلمة البرزة في هذا السؤال وديت معناها happen ممكن نسمع take place وممكن نسمع كلمة happen يعني ممكن ما تسمعش كلمة take place اصلا وتسمع happen يبقى هي ايه الاجابة موجودة في هذا ايه المكان park ولا basketball club ولا school معلش بتكلم بسرعة بس عشان وقت ايه الفيديو تمام بالنسبة برضو احيانا اجابات الاسئلة بتكون مرتبة حسب الاستماع واحيانا بيبقى في اجابة سؤال في الاول هتلاقيه في الاكل والاكل تسمعه فين في الاول فنركز مع بعض ونشوف ايه اللي هو ايش اول سؤال في اللسننج now listen for the first time that's one nice time hi Sarah as you know we are busy raising funds for charity and we have decided to host a talent show at the park next saturday وسمعنا at the park next saturday at the park next saturday so هنضلل على كلمة park اخر سؤال اوكي فنخلو بلنا من حتة الايجابات في الاول والاخر وكلا ندور at 3 pm at 3 pm would you like to join at 3 pm at 3 pm at 3 pm سمعنا برضو 3 pm يبقى the talent show will begin at 3 pm ibn علم على 3 pm yes sure what would you like me to do i can cook something if you like thank you but that's already taken care of mary will do that so how can i help well you can participate in the talent show sorry me in the talent show yes i want you sarah to take part in this event once others know that you are doing something in the talent show they will agree to participate because you are the most popular teacher in the school but i can't do anything you know that jim sure you can no seriously jim i am the last person you want in a talent show i don't have any talents nonsense of course you do now i've asked graham the drama teacher and he said he would tell a few jokes to begin the show he asked graham and tell jokes tell jokes graham اسم معنى كلمة graham tell jokes يبقى الإجابة هنا المفروض تبقى tell jokes يبقى دور graham في هذا الشو انه هو هيقول نكات أو فكاهة تبقى تبقى نكات تبقى 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 هي طبعا وفقتك دلوقتي قالت يس اي كود سينج سونج يبقى دور اه اه دورها هي سارة انها هتعمل اه او اه تجني في اه الشو تمام هتشوف بس نشوف الوقت التوقيت انت بالضبط اللي هو ايه قالت له لله يعني انا مش هقدر اجني الى عندي ظرفه وكلام دوتها اه هاجي فيه متاخر جدا جدا طبعا كده عندهم خمس متطوعين في هذا الاشو اللي هو بما فيهم انت يا سارة يبقى كده فايف احنا اسمعنا فايف هنظلل على كلمة فايف ايه ايه طبعا احنا على واء هنظل طبعا ايه التزري دلوقتي بتقوله ايه I am involved in a match السمع دلوقتي بس انا قطعت فين في الوقت تتكلم سمعناها طبعا involved in a match هي الاجابة الصحيحة وده السبب اللي هيبنحها انها تروح تحضر الشو مبكرا وافتنع الخصور資 أحتاج ان اصبو على einen نggakلك انا اشتري لكنانا احنا بذلك س seeing my song at the end of the Brothers اوه أقلت لو يعيز انت يا حائص لفعلا انا شارك في اخر جزء من ال př chapter الجزء إيه Fujibah يقبل توم وفي هذا احنا نكون خلصنا سؤال الليسنينج وان. دلوقت السؤال التاني في الليسنينج لسنينج تو. طبعا السؤال ده مكون من جزئين. بارت وان بارت تو. كل واحد او كل جزء تسمع على حذة. اه البارت وان هبارة عن زي ما تشايفين مطلوب منك اجابة. تمام? مش اكتر من اربع كلمات. ممكن يكون ايه? هنا الاجابة بتكون رقم معين. ممكن تكون سبب. ممكن تكون اسم دولة. ممكن تكون اسم شخص معين. ممكن كده. طبعا الحاجة اللي عايز اقولها بس بالنسبة ليه? السؤال اللي سنينج تو. لازم نعرف معاني ادوات الاستفهام. فتعان رجحهم مع بعض كده. اي سؤال يبدأ بوار يبقى ايه? اكيد الاجابة هتكون ايه? مكان. السؤال اللي بعده او ايه? اداة الاستفهام اللي بعدها بتكون مسلا كلمة وان. وان متى للاوقات? تمام? يعني ايه? اي سؤال يبدأ بكلمة وان? يعني الاجابة لازم تكون فيها وقت او مدة او زمن معين. وقت. وقت ما او ماذا لغير العاقل. اما هو. هو اليمن للاشخاص. يعني السؤال الذي يبدأ به لازم تكون اجابته فيها اسم شخص. واي? طبعا سبب. ودي ما اكثر في الاختبارات. يجب لك واي? السؤال يبدأ بواي? ويجب لك الاجابة بتاعته تبدأ بيمة تو. يأما كلمة بكوز تو يأتي بعدها مصدر الفرب على طول مباشرة. اما بكوز يأتي بعدها سبجكت سمه فرب سمه يعني محتاجين سبب عشان يجاوب على سؤال يبدأ بواي? ويتش? ايهما للاختيار? يعني هنا بخيارك بين حكتين. دي هذي ولا هذي? اه ممبر سبب وات. ممكن اول وات تايم او ممكن تلاقي وات تايم ما الوقت? يبقى لازم الاجابة تكون فيها وقت. وات كالر ما لون? وات سايز ما حجم? وات ايج ما عمر? تمام? اه برضو فيه ادات سفام اللي هي اسمها اه هاو. وهاو اللي هي معناها كيفة او كم لرحال او الكيفية. بس نكلم بلنا ان هاو لها كذا ايه? ادوات السفام اقرأ. زي مثل كلمة هاو ماتش? كم ثمن? هاو ميني? كم اه عدد هاو لونج? كم طول المدة? هاو اوفن? كم عدد المرات? هاو فار? كم بعض? لو انت عايز تكتب معاني ادوات الاستفام ديك ممكن توقف الفيديو وتنقلها عندك في ورقة خارجية. نرجع للسؤال بتاعنا وندربك ونشوف ازاي احنا بنحل ايه? السؤال دوت كل حاجة موجودة في الليسنين. وزي ما انا قلت خلي بالك وستما جيدا لcolorكام والاشخاص والاماكن والبلاد والدول والشهور والاوقات وセباب حدوث الاشياء. تعالنا نشوف مع بعض السؤال هاا? listening to. اه. آآ listening to you are going to hear talk about a historic town called Kairstone. يبقى هنسمع ايه? آآ واحد يتكلم عن مدينة التاريكية اسمها Kairstone. آآ نقرأ الاسئلة part one listen and revelation for اكتب اجابة مختصرة. السؤال number eight. how many ancient ancient gates? gates يعني ايه? بوابات. gates بوابات. are there in the town? طبعا هنركز هنا في السؤال على الكلمتين المفتاح دول اللي هم كلمة gates وكلمة how many. يبقى محتاج هنا اه اه نعد احيانا نجيب لكش النمبر مباشرة. احيانا يقول لك ايه يوجد كذا وكذا 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 وانت تعدهم اه على سوابعك طبعا ايه وتكتب النمبر هنا. number nine. why do tourists visit كارستون? ليه? اقليه هو في عندك why يبقى لازم ايه يكتب لي في الاجابة في الانسر to او because. المفتاح هنا tourist visit. اول ما اسمع كلمة tourist visit يبقى اكيد هنا الاجابة موجودة. خلب لنا في هذا السؤال. number ten. what is the population of كارستون? population كلنا عارفنا هي ال number of people. عدد ايه? الناس. تمام? او عدد سكانها. يبقى نسمع عدد السكان ونكتب ايه الرقم. what is Carson's main export? export اللي هو تخدير. ايه هي الصادرات بتاعتها ايه الاساسية? طبعا هنا ما تخافش ان انت ممكن تغلط في حروف الكلمة او كذا او ما تكتبش كلمة صحيحة وتخاف ما تكتبهاش. لا اكتب. اكتب. احنا عم حاجة يكون الكلمات اه قريبة من المعنى ايه? المطلوب. يعني لو قلتت في حرف عارفين ومش مشكلة. تمام? نسمع مع بعض ونشوف. بقality لي حsten. قاول فق galera pamięتبPN. افتح المباسر هو اللقاء One of the most historic towns in England is Carston. It is located in the north east of England 2000 years ago the Romans arrived in Carston and stayed for 300 years. the roads, the roads, the streets. Today tourists can still see many signs of the Roman occupation in the town. There are still remains of the old city walls that were built by the Romans. Although the walls are no longer complete you can still see the entrance gates, the main, the east and the south. سمعنا كده ثلاثة بوابات The entrance, the main, the east and the south يبقى يعني نكتب كده ايه ثري اللي هو بالرقم عادي مش مشرط اكتب مثلا ثري تي اتش آر اي اي اكتب ايه بالرقم عشان ما بيعش بايه اللي سنينج اللي بعض او السؤال اللي بعض The town of Carston attracts many tourists who come specific سمعنا كلمة tourists tourists يبقى اكيد الايجابة هتكون ايه جاية بعد ايه هذا الكلام To see the Roman ruins سمعنا السبب To see the Roman ruins يبقى هكتب هنا To see the Roman ruins اللي هو ايه عشان يشوف ايه الاثار الرومانية او الحطامة الاثار الرومانية القديمة او البقايا الرومان القديمة سمعنا population with the population of approximately 74,000 people 74,000 people cab보다 74,000 Okay ABOUT او استك aqu gleichzeitig او 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 المثال ، الحقيقة ، حتى لوحة عمليات المدينة ، مجموعة الناس يتبعون في المنزل المطالبين. الصين لم يتقوم بلساولة المنزل المطالبين. المنزل المعارضة أيضاً على العمليات المغادرة. سمعنا العمليات التعليقية. التصدير سبورتز كار سبورتز كار اللي هي السيارات الرياضية يبقى سبورتز سمعناها يبقى كده اللي قابة بعدها أقولي سبورتز كارز سبورتز كارز السيارات الرياضية اه بكده يكون خلصنا ال Part 1 نالك نبقى على Part 2 للا معايا ندخل على Part 2 الجزء التاني في الليسنينغ اه الجزء التاني طبعا هيكمل على الجزء الاول بس اصلتوا منفصلة عن الجزء الاولاني هيكون choose عبارة عن choose نسمع كويس ونركز على الاختيارات زي ما قلتلكوا فيه كلمات معينة هنقراها مع بعض ونركز عليها عشان هنسمحها فيه الا سنة number 12 Danny Biggs has represented represented معناها يمثل او مثلة England at space level وlevel هنا معناها ايه مستوى فيقول لك at local level ولا national level ولا international level محلي ولا قومي ولا عالمي 13 once Danny Biggs retires كلمة retires يعني يتقعد او يستقيل he plans to space local team هو هيعمل ايه في local team طبعا هيدرب هل هو play for the local team هيلعب مع الفريق المحلي ولا form a new local هيكون او شكل فريق محلي ولا train هيدرب فريق محلي 14 Jason John Lee is well known well known it means famous وفيموس اللي هي ايه مشهور player ولا actor ولا coach coach ملرب play actor اللي هو فنان او مثل اه او movie star اوكي and player لا عم 15 جايسون لي جايسون جون لي ويزد ويزد فانس يجمع مبالغ to build عشان يبني ايه هل يبني a film studio ولا school ولا rugby batch تمام نسمع ونشوف معلش نعمل boost سترب على الاجابات عشان اعرفك ان الاجابات فين بنلاقيها بالضبط او موجودة او مش موجودة في اللي سنة although carston is a small town it has achieved celebrity status in the world of sports and film Danny Biggs a famous rugby player who has represented England at international level and and سبعنا represented England at international level يبقى اكيد انترناشنال هي اللي اجابة المزبوطة كمل the country to victory on three occasions still lives in carston once he retires he's planning to coach the local yeah once he retires سبعنا كلمة retires he plans to coach coach هنا اللي هي معنها train coach coach معنا تريد بس تريد ما سمعنا احنا تريد تمام فا ايه نسمع البقابل او نصروا المعنى بكحة لياه coach اللي هيدرب او مدرب تمام نسمع ونكمل the team has been doing well at a local level but Danny is convinced that with proper training and coaching the team is capable of winning at national level another famous celebrity who lives in carlston is the hollywood movie star jason john lee jason john lee jason john lee كده احنا انتقلنا من داني بيكس الى jason او jason john lee اسمع قويز he left the town at the age of 15 but returns every summer to spend time with his family he raised funds to build a school which now has a theater سمعنا سمعنا famous اه طبعا انا عدتها اللي هي jason john lee is a well known اه هو ما ما ذكر كلمة اكتور بس قال ليش movie 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 star او movie star او movie cinema او movie film اه طبعا ده معروف انه movie اللي هي ايه معناها film يعني معناها اكتور شغال ممثل في بيمثل في افلام ومسرحيات وهكذا طبعا ده في مصر اه اه جيسون john lee احنا اسمعنا كلمة raised funds to build a to build a to build a build يابني raised اسمعناها وقال لي كلمة school يبقى اكيد raised funds to build a school زي ما انتم شايفين طبعا الاسئلة كلها موجودة في الليسنينج يعني مش صعبة ولا حاجة بس احنا عايزين نحب التركيز في سؤال الليسنينج وزي ما اقولت نركز على الارقام والبلاد والاماكن والدول ونلتقي معكم في الجزء الثاني مع الgrammar والvocabulary والreading موسيقى موسيقى